ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 سطرت قيادة المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران مخططا خاصا عبر اقليم الاختصاص وذلك بوضع تشكيل ثابت ومتحرك يتمثل في سدود دوريات ونقاط مراقبة يهدف هذا المخطط إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم التقليل من حوادث المرور حماية وتأمين النقاط الحساسة والمنشآت الاقتصادية العملية النجحة التي قامت بها مختلف الفرق العاملة في الميدان الفرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية فرق سلبع التدخل والمصلحة الولائية للأمن العمومي لاقت استحسانا كثيرا من طرف مواطني المدينة أين لمسنا منهم حقيقة إحساسهم بالأمن والأمان وأنهم مؤمنين في آخر أيام هذه السنة أطمرت هذه العملية على توقيف مجموعة من الأشخاص بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية أسلحة بيضاء محضورة تم تحويلهم إلى المناوبة المركزية لاتخاذ إجراءات لازمة وإنجاز في حقهم ملفات قضائية ترجمة نانسي قنقر